بسم الله ابو الابن والروح القدس الاله الواحد امين خرستوسا نستي الحقيقة انا اتردد تكلمكم في موضوع حساش شوية ولو ما عجبش حد ما يسمعوش لكن مش قادي رأسكت لانه اكتر من مرة يعني بتوصلني كلمات كده هجوم على بعض الكهنة فانا عاوز اتكلم النهاردة كمحامي دفاع عن الكهنوت القبطي عموما انا عارف بقول تاني ان الكلام ده مش هيريح كل الناس اعتبروك تهد مني طبعا اسهل رد هيجي علي من انت واحد منهم وانا فعلا اتشرف اكون واحد من الكهنة حاجة مستهلهاش فانا اقول لكم يعني ايه اللي بيحصل بشكل او باخر وهحاول اكون واقعي وصريح ومع هذا من الاول بستسمحكم لو في حد تدايق من كلامي سامحني ويصليلي اولا الكهن دايما تحت الميكروسكوب يعني الكهن دايما محطوط عليه العين زيادة اوي كل الناس بتقيم لو راح افتقاد يقولوا بيروح للاغني لو اهتم بالفقرة زيادة يقول ممكن ما بيروحش للناس التانية لو ركز في خدمته اوي يقولوا ما اثر في الخدمات التانية لو حبي يخدم كذا خدمة يقولوا بيحبي يسيطر على كل الخدمات لو اهتم بحنية زيادة يقولوا عليه متهاون ما بياخدسي قرارات لو شد شوية من اجله خوف الله يقولوا عليه عنيف وبيطفش الناس لو دخل في مشاكل زوجية بدل ما يفتكروا له انه بيحلها يقولوا له بيخرب البيوت ولو ما دخلش في مشاكل زوجية يتقال عليه سايب البيوت تخرب سدوني اللي بقوله ده موجود وبعدين فيه ناس حساسة عاوز ابونا تبقى ملكية خاص فبيقولك ابونا مهتمش بمشكلتي احيانا تكتشف ان ابونا قاعد معه سعاية وحاول يتدخل بس هو مش عاوز يحل او عاوز يفضل ابونا معاه على طول وده وضع مش طبيعي وده لازم ينضج عشان يبقى مسؤول عن نفسه مثلا لكن هيمسي يقول ابونا ساب المشكلة تتفاقم وسبني اغرأ هو الحقيقة ابونا مزدغرده اكيد بتوصل ان فيه ناس تقولك ابونا ظلمني ربنا ارحم الكهنة ما احنا بشر ممكن نغلط لكن الناس بتصدق على طول اللي بيقول انا مظلوم لكن ما بتتحققش يا طرى فعلا هو مظلوم ولا مش مظلوم لو ابونا خات خلوة يقولك مريح نفسه وقاعد في بيته لو يعني اهتم بالخدمة زيادة يقولك ما بياخدش خلوة حتى ومش حريص على خلاص نفسه ده كمان مش ابونا بس ده ابونا وبيت ابونا كمان بترائب فتلاقي الناس بتفضل تقيم في مرات ابونا وفي عيال ابونا طب يعني خلوهم في حالهم كمان احيانا ابونا يكون بيراعي الشعب بزيادة وعاوز كل الناس تتمتع بالصلاة فساعات يتقلع لنه متساهل في الطقس لما يبقى مضقق في الطقس الجمال الطقس وعاوز يدبواقه لشعبه يقوله ده حرف زيادة ده في الريسي لما ابونا يطول عشان الناس تتمتع بحلوة القداس بيطول وبيزهق لما يجري شوية وهو عارف يصلي عشان الناس برضو ايه مش مش مستحملة تطويل ده بيكروت والتهمة الايه السائدة دايما ابونا له ناس ناس حتى لو بيحاول يسمع للكل ساعات يتقال عليه ما هو سمع لفلهن طب ما هو سمع لك برضو وبعدين طب انت طلبته تقعد معه ما قعدش وبعدين ساعات واحد يقعد وبعدين ما يستكفاش يرجع يقول ما هو ما سمعنيش يمكن انت ما قلتش او قلت او عاوز تطوله بس او عاوز تقنعه بكل كلامك وهو مش مختنع عموما الكاهن دايما يرجم ودي كرامة للكاهن ان يرجم مثل اسطفانوس ما يكون لطوبة بنعتبرها يعني ايه درجة من درجات الرجم يا ربي يبقى لنا نصيب مع القدسين الكبار لكن المشكلة دي الحياة مؤذية للشعب قد تكون بتتعب نفسية اي كاهن لما ولاده يبقوا مشردين عليه او يتنقلوا الاخبار او يشتكوا الكاهن للمسؤولين الكبار او للكاهنة الاخرين او لكن في الاخطر من ده كله الحياة الخطورة على الشعب عشان كده انا بقول انا بكلم جمهور الخدام عموما والشعب لانه خطر علينا روح الادانة اولا وصدقوني مش لان احنا يعني كويسين وعاوزين نفس بيت برائتنا ربنا ارحمنا هنقف قدام ربنا لكن الاهم من ده من انت حتى تدين عبد غيرك وليه نفضل نحكم دايما ونتعود على ان احنا نحكم صحيح هتقولولي الشعب كان مسؤول عن الايمان معاكو ها طبعا الشعب ده هو حافظ الايمان لكن كمان ماينفعش نشكك دايما في ضمائر الكهنة كلهم او في ايمانيتهم ونستحل نحكم عليهم احنا وقعنا في حفرة صعبة قوي ان احنا اصبحنا قضاء بدل ما نبقى اولاد خاضعين لاباءنا زي ما استلمنا وعلمونا في كرامة للكهنوت لانها امتداد لكهنوت المسيح له المجد العامل في كنيسته احنا ممكن نكون بنجيب دينونا لنفسنا انا هدافع شوية يمكن دفاعي يساعد بعض الناس تعذر الاباء او تسامحهم وتصللهم ده غرض الحقيقة صدقوني في الاخر ان احنا تصلولنا زي ما بنصللكم واحنا برضو ملناش بركة الا شعبنا وانتو كمان يعني مفروض تاخدوا بركة ابائكم وكتير من الاباء صدقوني اللي ودعناهم للسماء طبعا كأساقفة او كهنة لم تخلوا حياتهم من ناس هجمتهم وظلموهم وغلطوا فيهم وتبلوا عليهم واهانوهم وشهروا بيهم وفي اخر ايامهم تبقى لاقي كل الناس بتقول عليهم كلام حلو اوي كقديسين لكن هما حياتهم لم تخلوا ابدا من الرجم وكل الاباء الموقرين اللي سبقونا للسماء عد عليهم التجارب دي لكن الخسارة بتقع على مين على اللي بيقع في الغلط ده وعلى البلبلة اللي بتحصل يمكن من اربعين سنة مسلا لما كان حدي دايق من كهن او بيكلم مع اتنين تلاتة النهاردة في واحد ينزل على الفيسبوك ويضيع الف واحد وراءه طب حبيب انت هتدفع ثمن الالف دول قدام ربنا واذا كنت اللي بتقوله ده مش مظبوط انت قد المسألة امام الله عن كل النفوس اللي اعثرت بسبب الحكاية والكلام اللي انت اطلقته ده تعالوا ندافع اولا الكاهن ليس من حقه ان يدافع عن نفسه كثيرا يمكن اي واحد يحقله الدفاع اما الكاهن بالذات كاب اقل واحد طبعا انا بكلم عن الكاهن لكن فوق منه طبعا ابونا الاسقف وابونا البطرق ينطبق عليهم اكتر الكلام ليه لانه الكاهن عشان يدافع عن نفسه هيحكي ولو حكى هيقول اسرار وده لا يمكن يعمله لو دافع عن نفسه زيادة كي يظهر برأته هيظهر كرامته وبرده ده بيتحشا كل كاهن قديس بوليس عد على المرحلة دي بوليس كأب روحي تعرض للتشكيك في رسوليته وفي زمته وانه بيعاد الرسل وفي حاجات كتير قوي وانه بيشجع الحزبيات قديس بوليس اضطر مرة يدافع عن نفسه في كورنسوس الثانية وقال اقبلوني كغبي انا هتكلم كأني غبي ورجع قال طب سمحوني لأني غبي وتكلمت من كتر ما هو مش عاوز يحكي وحكى عن آلامه وعن الرجم اللي عد عليه وعن الضرب اللي شافه وعن الموت اللي ماته وعن الزل اللي تزل وعن الأمجاد والرؤ اللي شافها وبعد كده قال انتو ألزمتموني هتكلم لأنه ده مش مفروض يحصل لأنه تعب أي كاهن ده رصيده في السام هيحكي عشان يدافع لا ما تدفعش يا ابونا وبعدين لو دفعه هيحكي أسرار لا ده خطأ بقى صعب جدا على أي كاهن فممكن اللي بيغلط في ابونا ابونا ما يقدرش يقول له انت أصل ويقول أي حاج ما يقدرش ده ابنه فيبقى الابن يغلط فابو أو الاب يسكت عشان كده أرجوكم افتكروا دايما ان في قاعدة تقول ان الأباء الروحيين عموما مقيدين جدا في دفعهم عن نفسه لأنه الدفاع يستلزم فتح ملفات وأسرار وده المفروض كل كاهن بيتحشى جدا بضمير صالح كمان هل يفتخر الكاهن ببرأته كلكم تسمعون حكايات البستان الحلوة القديس مكاريوس لما عرف أنه لم يكن هو مسؤول عن خطية الزنا اللي تبهدل بسببها قد كده هرب من الكرام وقال لا مش عاوزهم يجوا يكرموني ويعتزروا لي كفاية أنا خدت بركة الإهانة والظلم فالكاهن أو الناس الروحين لا تميل للتبرئ أو التبرير دايما عاوزين نقف قدام ربنا يعني أبرياء لكن زي ما قال القديس بوليس أقل شيء عندي أن يحكم فيه من يوم بشر بل لست أحكم حتى في نفس الذي يحكم فيه هو الرب وعلى فكرة في التربية عموما الأطفال كتير ما يبقوا متغزين من أباهم وأمهاتهم لكن يجوز بعد سنين طويلة يكتشفوا أنه اللي كانوا بيعملوه كبار كان لمصلحته لكن مش هيفضل الأب وهو بيتعامل مع أولاده في كل مرحلة يبرق نفسه هو مش مطالب بكتا ربنا يسوع نفسه تظلم كتير والتهم كتير أو أنتوا عارفين كتا تاني نقطة عاوزة أقولها أرجوكم ما تصدقوش كل دعوة أو التهام أو الدعاء لو الموضوع ما يخصكش أرجوك ما تسمعوش ولو يخصك فعلا تحقق مما تسمع لأنه غالبا الموضوع ما يخصكش طب وإحنا يعني بقنا في مجلة المشاهير يعني كل واحد كواللي كاهن كل شاب زعلان منه يطلق عليه والناس بقى تعملها موضوع وتحكي فيه إيه اللي إحنا بنعمله في روحنا ده وبنعمله في كنيستنا وبتصدق الكلام على أي أساس من أنت حاسب حبيبي على نفسك كمان الناس بتغلط غلطة أرجوكم افتكروها الناس المقربين للكهنة عموما وطبعا الكلام على الأباء الكبار لأنه معرضين أكتر مننا طبعا للمتاعب يقول لك سيدنا قال أبونا قال احتمال ما يكونش قال كده أو ما ألهاش بالطريقة دي أو ما ألهاش بالمعنى ده بس فيه ناس عاوزة تاخد كرامتها أنها بتتكلم بلسان الشخص المسؤول والحياة ده اللي بتعبه الناس جد فأحيانا المقربين بيبقوا سبب تعب للكاهن وللشعب الكنيس لأنهما مش أنقياء ومش أطقياء كفاية ويجوز لهم أغراض ورغم حرص كل كاهن أنه لا يجعل لنفسه خاص زي ما سلمونا في الدير قبل ما نخلص الاربعين يوم إياك والخاص ومع هذا ماه طبيعي حوالي خدام وشمامسة ومسؤولين وأمناء خدمة ماه دول برضو دايرة بتساعده في الخدمة لكن لو واحد منهم غير أمين ده ممكن يتعب الناس جدا لأنه ينسب لابونا أمور عشان كده سفر الأمثال يقول حكمة جميلة يقول إيه الغبي يصدق كل كلمة والدكي ينتبه إلى خطواته لكون هسدق حاجة تخليني أكره أبويا أو دينه ويطلع أبويا مظلوم أو ما يطلع في الموضوع بالشكل ده بالحجم ده ويمكن خطأ أبونا وإن كان في خطأ أد كده مش بالشكل ده إذن الغبي يصدق كل كلم دفاع آخر عن أباء ساعات اللي بيتكلم بيتكلم من نظرة من جانبية أو أحادية أو محدودة واحد يكون مثلا سمحوني في الصراح هو عنه تعباء ومش بيستحمل أبدا يشوف بنت معدية في الكنيسة ويعني دايما عاوز يعلق على لبس البنات لما يلاقي أبونا الموضوع ده مش بيكلم فيه كتير يقول لك ما هو الأباء هم مشجعين البنات على البواز يا حبيبي ما يمكن أنت عندك حتة زيادة عاوزة تتضبط مش كده واحد تاني بالعكس يكون سايب بناته لابسين براحته واحد من الشعب لو أبونا أتكلم في الحشمة إيه التقفيل ده إيه التخلف ده يا حبيبي ده كلام الإنجي نحن خايفين على بناتك نحن خايفين من العصرة نحن بنقف مع ملايكا نصلي تلاقي اللي شد ما عجبش الناس وتلاقي اللي ايه ما أجل الكلام في الموضوع ده وبيخليه على المستوى الفردي مش عاجب بعض الناس لإيه لأن هنا نظرة أحادية بص النظرة الراعي مسؤول عن الشعب كله مش هيتكلم عشان حالة ولا اتنين بيكلم عن ظاهرة ولازم يتعامل معاه وتلاقي ناس محسوكين قوي فييجي في حتة كده مش عارف يقيم الكه ده فيه شماس مثلا يقول لك ابونا ده أصله مش حفظ ابتي ولا يعرف الحال ويعملها ترياء حبيبي يعني انت عمل تعمل أخطاء كبيرة قوي وابونا ده يمكن قلبه نقي جدا بس الحتة دي مش موهوب فيها زيادة ويمكن بيكتهد لكن تخسرت كتير وهو مين قال ان ده الحكم الوحيد على كاهن يعني هيقف قدام المسيح عارف ابتي قد ايه ابتي حل طبعا لكن حسب انت بتحكم من زاوية واحدة وبعدين فيه شعب يعجبه الكاهن القائد وفيه شعب يعجبه الكاهن المنقاض الحياة الكاهن لازم يبقى قائد بدرج لكن قائد بالتضاع قائد كأب قائد كراعي مش كمسيطر ولا متسلط انما فيه واحد لو ابونا حبي يمشي قرار اهد ابونا والتسلط يا حبيبي ما هو موضوع امام الله مسئول عن قيادة شعب برضو ما هو موسى النبي مع جبش ناهس وموسى كان عاجب ربنا انا تاني يا حبائي مش بقول ان الكاهنة انقياق وابرياء انا اول واحد اقول لك انا بعيف جدا ولينا اخطأنا بس احنا خايفين من ربنا وبنجاهد وبنتوب زيكم وبنحاول فكنا نتوقع من الشعب انه يراعي ضعفتنا ويحبنا ويحتملنا ومن اجل خلاص ويخضع كمان الناس ممكن تشوف نتائج لكن لا ترى اسباب وملابسات يعني تسمعوا عن مشكلة فعلى طول اي مشكلة في الكنيسة يبقى اي يحط الكاهن في جملة مفيدة طبعا جملة غير مفيدة طيب انت عارف ملابسات القصة ممكن الكاهن مش طرف لكن الكاهن كمسؤول لازم هيبقى طرف بمعنى وهو دي حاجة جوه الكنيسة بتاعته فلن يخلي مسؤوليته عن اللي بيحصل لكن يمكن من اجل الابوة جالوا كلام يا ما كلام جال ناس ابرار صدقوني اباء اصقفة واباء كهنة بسبب اولاده لان تصرفات اولادهم جابت لهم كلام صعب طب هم يعملوا ايه يتخلوا عن الابوة ما يمكن الاب في مثل الابن الضال كان فيه عبد عنده بيتريأ ويقول ده اب فاشل ده معرفش ربي ابنه فيه ولد ياخد نص الفلوس وابوه عايش مش يمكن كان بيتال كده والاب يسكت مش المسيح لما دخل عند زكة كان سمعهم بيقولوا عليه ايه دخل يا بيت عند رجل خاطئ وهو بيخلص نفس لكن مش عاجب ناس كتير فحسبه لانه فيه نظرة تبقى اوحادية ديئة من تشش شايف كل الموقف من كل نحية دفع اخر كمان فيه تعبير جميل للسليمان برضي يقول كل الكلام يقصر لا يستطيع الانسان ان يخبر بالكل يعني ايه في الوعز تلاقي الكاهن اللي يتكلم عن حنية الله يطلع واحد يقولك ده بيعلم غلط ده ما بيجيبش سيرة ابدا العقاب الابدي او التأديب او الدينونة ولو واحد تكلم عن العقاب او الدينونة ايه هو ده ده بيطفش الناس ليه ده بيشوه صورة ربنا هو ربنا الطيب محب البشر نفضل نقول كده حقيقة كلام الانجيل وكلام الصلاة اللي بنصليه في كلام كتير قوي عن حب ربنا ورحمة ربنا وفي كلام عن عضل الله وده ينونة الله والتعليم فيه ده وفيه ده تاخد وعزة واحدة تحكم بيها على كل الناس زي مرة بتكلم مع شخص كده مش راضي توب فبيقول لي بص بقى هي وعزة واحدة للبابا شنودة اللي تمشي معايا اللي كان بيقول فيها بيكلم ربنا الوعزة كلها البابا كان بيكلم ربنا انه رب انا مش عارف اتغير غيرني انا مش قادر اعمل حاجة اعملها انت وهو اخدها بطريقة ايه انا مش اعمل حاجة هو البابا شنودة اللي قال الاف الوعزات اللي فيها الجهاد وفيها التوبة وفيها الدينونة وفيها حب الله ورحمة الله تيجي بس تاخد الوعزة دي بالمغزة اللي انت عاوزه طب انت ليه بتسيق لنفسك انت كده بتاخد الكلام عشان تثبته مع الشخص في ناس وقفة للوعز عموما كهنة او اباء كبار على الجملة عشان النقد هو شغلتهم يا حبيبي الكلام خدوا لنفسك عشان تتوب وربنا يرحم الكل كلنا نقف قدام الديان العادل لو واحد تكلم زيادة عن الجهاد اهمل النعمة ولو تكلم عن النعمة زيادة يبقى اهمل الجهاد وهو بس يعني ابونا ما بيقولش خالص كلام عن الجهاد اكيد بيقول وهنا ساعات السعب يتغافل عن الكنيسة ككل ما الكنيسة من شخص واحد الكنيسة معلمين كتير وكلهم بيكملوا بعض فاخدها على بعضيها كده كوجبة دسمة تم هبولس غير الكاسوليكون غير الابراكسيس بس في الاخر المايدة بتوصل حاجة حلوة لكل الموجودين في واحد يتكلم عن تطوير الخدمة يقولك ده هيضيع الكنيسة ده مبتدع زي حبيب جيرجس كانت تهموه انه هو هيضيع الكنيسة وفي واحد تلاقيه مضقق قوي والتغيير عنده بطيء والتطوير بحساب شديد اهو ده بقى جامد ومتزمت وايه ومش كنيسته هتفضل دياء عليه حبيب يبص للدوافع ربنا نظرته احنى من البشر بيبص على القلب وبيرشد ولاده وخلاص عياله في الكنيس اهم من اي حاك لانه احنا كده كده هنمشي ونتنسي كلنا ككهنة لكن اللي هيقعد الكنيسة بشعبها وخلاص الناس هيفضل هو الهدف كمان في مشكلة اخرى لعلكم تكونوا عارفينها في حاجة اسمها الاسقطات الاسقطات يعني ايه وده عيب نفسي عارفينه كل اللي درسين علم نفسه انه الشخص سعاد يسقط عيبه على شخص اصد منه وبالذات لو شخص مسؤول فتلاقي واحد مثلا يحب الفلوس هو بيحبه فدايما بصص ابونا ده بيحب الفلوس صدقني من فمك قدينك غالبا مش ابونا اللي بيحب الفلوس انت بتحب الفلوس فشايف فابونا اللي بتتعامل مع زياده فتلاقي انه الواحد بيسقط حاجة على اللي قدامه ابونا ده مش عارف كذا لانه كذا دي جوه هو بيعاني منها فزاي اللي عينه ملخبطة فشايف كل الناس زاي وممكن طبعا يبقى الاكاهن بريء من التهمة دي لو لقى اكاهن خاضع لابو الاسقف بالتضاع شديد بيعمل مطانيا بيبوس ايده بيقدم له تقرير ابونا يمالق الرؤساء تملق هو الخضوع بقى تملق هو البنوة للاباء تملق والعكس لو لقى ابونا يعني حر شوية ويجوز ابوه الاسقف مديله مساحة من الحرية ابونا ماجي بدماغه ما بيرجعش للكبير هو حضرتك بتحكم ليه اساسا ابونا الكبير المسؤول قادر يشوف الاباء الكهنة بيعملوا ايه ويتابع لكن انت من بره خالص الشكل والمنظومة جاي تحكم على اي اساس برضو في دفاعنا عن الكهنوت عموما نقول انه بعض الناس لا تقدر حجم المشكل يعني في ناس كتيرة في الشعب موضوع نقاوة الايمان ما يزغلهم ناس طيبين وعايشين بيحبوا ربنا وبيصلوا بالاقبية وبيجوا يتناولوا وليهم اباء اعتراف لما يلاقوا بعض العزاء بتشرح الايمان وبتلمح ان فيه افكار غريبة بدل ما يقولوا كتر خيرهم بيعلمونا الايمان ممكن يقعوا في حتة ايه هي فين المشكل هو ليه ابونا عامل مشكلة من ما فيس ليه فتحين المواضيع دي ليه بيلخبطونا بس بيلخبطوك حبيبي هو اللي يوعيك يبقى بيلخبطك انت يمكن غير مقدر لحجم مشكلة تشكيك في الايمانيات اذا كنت انت مش مقدر المشكلة ده مش معناها ان اللي بيتكلم في المشكلة مالوش حق بتوصل يا حبائي انه ساعات يدخل ناس عاوزة تشككنا في التناول او في الاعتراف وتستغل طيبة الناس انها بتسمع اي حد والميديا مفتوحة ولو حد حاب يدافع على طول تطلع له كلمة التعصب اي كاهن يجي يدافع عن اللي استلمناه تهمة التعصب دي اصلها ايه جهزة كده في الدرج وتطلق على اي حد في اي وقت ولو واحد ممكن يعني متطور شوية تطلق عليه تهمة من نوع اخر بكلمة تانية والناس مش عارفة ان الكاهنة بتعترف ولها اباء روحيين وفي اباء مرشدين وفي اباء سقفة مشرفين على الخدمة عموما ليه ده كمان المشكلة دي لما بتتفاقم بتشيع جو من التمرد يعني ايه تصور شاب بيكلم شاب بعيد عن الكنيس وعادي التاري على بنا ايه اللي انت عملته في الشاب ده يمكن كان خلاص هيبتدي يتوب ويفكر يعترف انت اشتغلت مع الشطان احلى شغل طيارت الشاب ده من السام لانك هزيت صورة ابونا طب انت عملت كده ليه هفترض معاك ان ابونا في عيوب على فكرة ابونا جوه السر المسيح بيشتغل بيه رغم عيوبه من اجل خلاص كل نفس لكن لما انت اتكلمت على ابونا كلمة زيادة انت عارف ان في ناس هتبطل تصق في ابونا وعارف دي نتيجها ايه انت هتقدر تتسقل قدام المسيح عن الناس اللي انت عطلتوهم عن التوبة والاعتراف بسبب التشكيك اللي انت صدرته ده تعالوا نحل طيب كحل احبائي اولا افكركم بحاجة ان ربنا يسوع له كل المجد والكرامة ما كانش عايجب بكل الفئة بس كده حتى بعض الناس من عيلته كانوا قالوا عليه مختل طبعا الفرسين والكتب والناموسين والهيروديسين كل الفئات دي كانوا متربصين له هل ربنا يسوع كان لازم يعجب الكل لا ما كانش لازم يعجب الكل فكل كاهن مش ضروري يعجب الكل بس ضروري يعجب المسيح والمفروض كل كاهن فينا مركز على رأي ربنا مش رأي الناس هيحاول يرضي الناس جوه المسيح طبعا ويحاول يكسب كل النفوس لكن رضى ربنا قبل رضى اي حد وحكموا انتم يطاع الله ام يطاع الناس ده اللي قاله بطرس وهو بيتحاكم نقطة تانية في الحل بقى اقول لاخواتي الكاهن واباء الكبار اللي بيتعبوا طباكم اذا عيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجلي كاذبين يعني خلينا نقول الكاهن ممكن ياخد تطويب من السماء على تعييرات وعلى اكاذيب وعلى تهم لو ما كانتش في مطرح فطبعا دي حاجة حلوة جدا لكرامة كل كاهن اهو بيشارك المسيح الامه بدرجة دي حاجة حلوة لكن واجع القلب على اللي بيطلق هذا التعيير طب دا لو ملحقش يتوب نصيب واي نقطة كمان ارجوكم دققوا في التعامل مع اي خبر بيجي لكم وما تصدقوش وما تفتحوش ودنكم على كلام عن اي كاهن او شماس او طبعا ابو اثقف احترسوه خطر عليكم لانه انت كده بتفتح على نفسك حاجة يمكن مش قده وتتشكك والتشكك دا يلعبك بيه الشيطان ويتعبك خلي عينك بسيطة وصدق ان ربنا مسؤول عن كنيسته الناس عاد تتعامل كأن ربنا ملوش دعوه بالكنيسة والكنيسة دي مؤسسة ولازم نقيمها كل يوم وهو ربنا ساب الكنيسة وهو ربنا مش عينه مفتوحة على الشعب وعارف خلاص النفوس وربنا احنا هيحاسبنا اكتر ما هيحاسب اي حد نقطة كمان هفترض انك انت تعبان شوية من كان معصر ينفع تروح له بس بأدب البنين بالتضاع البنين بحكمة البنين تقول لابونا حللني وارجوك استحملني انا ابنك صعبان علي مدهق من حاجة في حاجة مش عارفة فهمها اولا ممكن ابونا يقول لك طب ما تدقى سابني حقك علي تحير ابونا ممكن يهديك ويساعدك انك على الاقل تعرف انه لا انت مش فهم صح الموقف مش كده لكن اذا كان المسيح قال ان اخطأ اليك اخوك اذهب وعتبه طب ان اخطأ اليك ابوك اذهب وعتبه بينك وبينه لكن تفضل تشنع عليه وتتكلم عليه طب حبيبي ما ابوك قدامك ليه تخسره لمجرد انك انت صعب عليك ما تروح تتكلم معه بس ارجوكم اللي يتكلم كادب مسيحي عموما برضو ايه يتكلم بالتضاع وبحكمة ويختار الالفاظ وانكوان اغلب الاباء خلينا اقول بيحتملوا حتى الايه كلام الناشف من اجل اولاده لكن يفضل دايما اختيار اسلوب العتاب حل اخر كمان بلاش نطلق احكام مصبقة ده حتى في الدنيا خطأ شديد قانوني انك تعتبر مجرم انه مجرم قبل ان تثبت عليه الجريمة بش كده بش بيقولوا كده في الدنيا طب انت تطلق الفاظ او كلمات على الاباء الكهنة وتوصفهم اوصاف وتنعتهم بنعوت وخلاص تثبت عليهم تهم وهي لم تثبت ده حتى القانون المدني لا يسمح بكده طب ليه نوصل لاسلوب حتى العالم اللي يعني معتدل بدرجة في حاجات يقول لا مش لما تبقى التهمة ثبتة على الال يقولوا المتهم بريء حتى تثبت ادانته يا رب نكون بنمشي حتى بالسعرات البسيطة دي نفسي يا حبائي كمان كلنا نخاف من خطيط الادانة كلنا نخاف من الخطيطة دي لانها خطيطة مؤزية جدا خطيطة بتفسد جوش كنيسة ككل بتشوه العلاقات كلها بتخلي العين دي ملوسة والفكر ده ملوس بتضيع روح الصلاة اساسا بتقفل القلب وتأسيه هو الشعب اللي تمرد على موسى وهارون كان مصيبه ايه؟ مش اغلبه هلك في البرية برضو مش بقول ده بالضرورة يحصل لانه لازم برضو تاخدوا الكلام على ما بقصده انما مجرد خوف مقدس في القلب يحمينا من خطيطة صعبة ما بسمها الادانة كمان ليه يا حبائي ما تفتكروش قاعدة مهمة ان الاختلاف والتنوع ضرورة لجمال الكنيسة ده ربنا يسوع علمنا ان كلنا بنكمل بعض جوه الكنيسة ليس الجميع معلمين ليس الجميع رسل ليس الجميع بيعملوا معجزات طب وما لو الكنيسة محتاجة لكل اذا كان تعليم الكتاب هو التكامل مع التعدد والمواهب والاختلاف الاختلاف مش خلاف ابونا ده غير ده غير ده ابس ايمان واحد وهدف واحد وبيحبوا بعض ده فيه ناس تتكلم عن عدوة اباء لبعض والاباء دول بيحبوا بعض جدا لكن الصغيرين يقول لك ايه ما ها حصل ده اكيد بيكره ده ليه اكيد كمان الدنيا كده مين قال انها كده بولس وابولوس كانوا حبايب جدا طلعوا عليهم سمع ان ده حزب وده حزب وكانهم ضد بعض لدرجة القديس بولس كان بيحايل ابولوس يروح لهم قالوا مش هروح في الجو ده من كتر ما هم صادقين في المحبة ومخلصين للكنيسة لكن في ناس بتتكلم عليهم كمان التروي مبدأ التروي ده حلو المسيح الدانا وعد جميل كده وقال ليس مكتوم الا وازر ليس خفي إلا ويعلم صدقوني البابا كيرولوس يا ما طلع علي كلام والبابا شنود النهاردة سيدنا البابا طوادرس ويا ما أسقفة سبقونا للسماء وأسقفة معاصرين بيطلع عليهم كلام إنما مع السنين يتبخر الكلام ويطلع طب ليه بقى والناس اللي فضلت عايشة معا الكلام ده ضررت قد إيه التروي حلو كمان اهربوا من فخ إصلاح الكنيسة بمعنى إيه كلنا بنحب كنسة ومنحب سلامة ومنحب التعليم لكن أرجوكم حسبوا ليكون وراها نزعة كبرياء كأنني أنا مصلح الكنيسة اللي إيه الكنيسة دي خربانة وانا اللي هصلح دي حيلة من الشيطان على فكر دي بتخلينا فريسة سهلة في قدين الشيطان فإحنا برضو إيه كشعب طيب وشمامسة وخدام نقول رأينا لازم نكلم أباقنا بحب لو لنا اعتراض أو رأي بنقوله بأدب شديد للمسؤول لكن إحنا مش هنصلح الكون يعني الفكرة دي الحقيقة حتى لما تقروا صيرة حياة القديس حبيب جرجس وهو فعلا كانت في حاجات كتيرة لسه متأخرة شوي في الكنيسة من مئة سنة قديس حبيب جرجس ما استضامش ما عابش في حد كان يجل جدا الكهنوت الكهنة والأصغفة وبون البطرك كان خاضع جدا لكن هو عمل إصلاح طبعا بمدرس الأحد ومعاهد الكليريكيات فكر رائع جدا لكن هو ما كانش لا ناقد ولا ديان ولا متكبر ولا معطرد ولا بيسيء للناس كان متواضع جدا الشخص المتواضع ربنا يشتغل به فعلا ويستثمر به ويعمل خير كتير للكنيسة من خلاله حتى لو شماس أو خادم أو خادمة بسيطة لكن من غير تواضع ده بيجرح في الكنيسة وبيتعب كمان أحبائي خلينا نركز على التوبة الشخصية يعني اللي حاصل في الدنيا كلنا فاهمينه أنه دعوة للتوبة حتى لو اختلفنا على المسميات هي دعوة للتوبة والتوبة دي حاجة حلوة التوبة حب التوبة حضن ربنا التوبة رحمة من ربنا التوبة تمتع بعلاقة أقوى مع الله طيب مش نركز على التوبة هو ده وقت دلوقتي نقيم الناس اللي حوالينا ونعتبر نفسنا يعني هنصلح الدنيا أختم وقول لكم حاجات من قلبي كده واحتملوني وسمحوني النهاردة لأني ايه بكلم يعني بصراحة شوي ما تصدقوش كل حاجة وانتوا ما بتعرفوش كل حاجة وما تستعجلوش كل حاجة وما تتكلموش في أي حاجة أقولهم تاني ما تصدقوش كل اللي بتقال ويعرف انك ما تعرفش دايما كل الأمور وما تستعجلش الحكم أبدا على حد وما تتكلمش في حاجة لا تعنيك أو ما تفهمش فيها ربنا يحمينا ويحمي كنستنا ويدينا سلام ويدينا التضاع وتبقى عيلة قوية مليانة حب وما أحلى أن يجتمع الإخوة معا كطيب الكان على الرأس رأس المسيح لإلهنا كل مكدو كرامة إلى الأبدا ترجمة نانسي قنقر